السلام عليكم معاكم أخوكم علي حسين من قناة itunes Q8 اليوم راح نتكلم عن طيارة الماذك إير راح نفتح العلبة ونشوف شن تحتوي عليه هذه العلبة ورح نتكلم عن مواصفات الطيارة وشن الأشياء اللي نستفيد منها من هذي الطيارة ورح ناخذ كذا لغطة ونشوف شنه أداء هذي الطيارة نفتح العلبة ونشوف شن تحتوي عليه هذي العلبة العلبة تحتوي على ثمان أطقم من المراوح أربعة منهم للطيارة وأربعة منهم مراوح إضافية وتحتوي على حماية للمراوح وتحتوي على كابل الرموت لتوصيل أجهزة الأندرويد كابل USB-C وكابل مايكرو USB وكابل لايتنينج لأجهزة الآيفون وتحتوي على كابل USB-C لنقل الصور والفيديو من الطيارة إلى الكمبيوتر وعندنا كابل الشحن الخاص في بطارية الطيارة وعندنا هنا الرموت كنترول وعندنا الطيارة أتي بهذه الجنطة الجنطة هذه جدا ممتازة وحجمها جدا ممتاز للتنقل هذه هي الأشياء التي تحتوي عليها العلبة نتكلم الآن عن مواصفات الطيارة الطيارة حجمها صغير ومفيدة للسفر والتنقل ومفيدة أيضا للي يصورون فيلوغ أو يصورون اليوميات إذا يحبون أن يضيفون لقطات احترافية على فيلوغ مالهم أو اليوميات مالتهم يستخدمون هذه الطيارة لأن حجمها جدا صغير وممتازة للتنقل وما راح تأذيك في التنقل أيضا الطيارة هذه أدائها جدا ممتاز والطيارة فيها ثلاث أنماط للطيران فيها الاس مود اللي هي سبورت مود تعطيك سرعة 68.4 كيلو متر في الساعة وعندك البي مود تعطيك 28.8 كيلو متر في الساعة والواي فاي مود 28.8 كيلو متر في الساعة والطيارة الطير لمسافات بعيدة تعطيك 10 كيلو متر هذا على حسب الموجود في موقعهم طبعا أنا ما جربت أني أطيرها 10 كيلو متر لكن راحت معاي مسافة وايد بعيدة راح نشوف في نهاية الفيديو أداء هذه الطيارة والمسافة اللي أنا قطعتها في هذه الطيارة نتكلم الحين عن البطارية البطارية بقوة 2375 ميلي أمبير تعطيك طيران لمدة 20 دقيقة فقط فتحتاج أنك أنت تشتري بطاريات إضافية إذا أنت تبي تسافر أو تبي تستخدمها لمدة أكثر فنصحتي لك أنك تشتري بطاريات إضافية عشان تستمتع في الطيران وتاخذ لقطات أكثر والطيارة تقاوم الرياح صج أن الطيارة حجمها صغير لكن تقاوم الرياح بسرعة 29 إلى 38 كيلو متر في الساعة وتحتوي على مثبت جيمبل 3 أكسس للكاميرا مقاومة للاهتزاز الأداء مالها جدا ممتاز والطيارة تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا بايت يعني إذا أنت نسيت تركب المايكرو أس دي داخل الطيارة ما تحاتي عندك 8 جيجا بايت داخل الطيارة تقدر أنك أنت تصور فيها اللقطات اللي أنت تحتاجها وتقدر أيضا نضيف ذاكرة خارجية مايكرو أس دي تصل إلى 128 جيجا بايت وعندنا هنا منفذ اليو أس بي سي هذا لنقل الصور والفيديو من الذاكرة الداخلية إلى الكمبيوتر لكن ما تقدر تشحن الطيارة عن طريق هذا المنفذ فإذا أنت تبت سافر راح تضطر أنك أنت تاخذ معاك الشاحن الخاص في البطارية لأن هذا المنفذ ما يشحن لك الطيارة انتبه لهذه المعلومة والطيارة تحتوي على نظام الجي بي اس لتحديد موقع الطيارة وتثبيتها إذا أنت طالع بره لازم تتأكد قبل ما تطير الطيارة أن الطيارة مالتك متعرفة على الجي بي اس ما أخذ وضعها علشان إذا طارت تثبت نفسها وأيضا إذا راحت مسافات بعيدة ترجع إلى النقطة اللي طارت منها أو ترجع إلى مكان الهوم والطيارة تحتوي على ثلاث مستشعرات واحدة في الأمام وواحدة بالخلف وواحدة أسفل الطيارة المستشعرات هذه تفيدك إذا أنت طيارت الطيارة في الأماكن المغلقة علشان الطيارة تثبت نفسها ما تصطدم بالأجسام اللي جدامها وأيضا الطيارة إذا طيارتها بالخارج هذه المستشعرات عشان ما تصطدم بالأجسام اللي جدامها لكن لازم تنتبه على شغلة المستشعرات هذه تشتغل فقط بالنهار إذا كان بالليل ما راح تقدر تقرأ الأجسام اللي جدامها نتكلم الحين عن مواصفات الكاميرا اللي موجودة في طيارة المافك اير الكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل والعدسة الموجودة على الكاميرا 24 ملي متر بفتحة عدسة 2.8 يعني أداء الكاميرا جدا ممتاز الكاميرا تحتوي على تصوير الـ HDR وتصوير مستمر إلى 7 فريمات في الثانية يعني يتأخذ لك 7 لقطات في الثانية نتكلم الحين عن تصوير الفيديو وعندنا تصوير فيديو بدقة 4K 24 إطار في الثانية و 25 إطار في الثانية و 30 إطار في الثانية وعندنا تصوير بدقة 2K 24 إطار في الثانية و 25 إطار في الثانية و 30 إطار في الثانية و 48 إطار في الثانية و 50 إطار في الثانية و 60 إطار في الثانية وعندنا تصوير بدقة Full HD 1080 من 24 إطار في الثانية ل 120 إطار في الثانية يعني بدقة الفول HD 1080 راح تصور لقطات بطيئة عن طريق هذه الطيارة لأنك تقدر تصور 120 إطار في الثانية نتكلم الحين عن الريموت كنترول الريموت كنترول أيضا حجمه وايد صغير يساعدك في التنقل علشان يتوافق مع حجم الطيارة تقدر أنك أنت تتنقل فيه وما يزعجك حتى الجويستيك لاحظ معاي الجويستيك حطينا في مكان مخفي بحيث أنك أنت تقدر تفصله وتخشه في هذا المكان خلنا نتعرف على الزراير اللي موجودة في الريموت كنترول عندنا أول زر اللي هو زر التشغيل هذا اللي شغلك الريموت وعندنا هني جويستيك التحكم وعندنا هني زر الفنكشن هذا الزر تقدر أنك أنت تضبطه من إعدادات الطيارة نفسها تقدر أنك أنت تخليه يتحكم في الكاميرا يتحكم فيها مانيول أو تقدر تخليه يحولك عن طريق الماب أو تقدر أنك أنت تخلي القامبل يرجع إلى وضع السنتر وعندنا هني زر الـ Sport Mode بدالما أنك أنت تغير وضع الطيران من الـ Sport إلى الوضع الـ P تقدر عن طريق هذا الزر تحول إلى وضع الـ Sport بحيث أنك أنت تتحكم في سرعة الطيارة وعندنا هني زر إيقاف وتشغيل مؤقت لتصوير الفيديو وأيضا هني عندنا الجويستيك نقدر نتحكم في الطيارة عن طريق هذا الجويستيك وعندنا هني زر الـ Home هذا إذا أنت ضيع طيارتك أو حاب أنك أنت ترجعها لمكان ما طارت منه مجرد ما تضغط عليها راح ترجع الطيارة إلى المكان اللي طارت منه وعندنا هني مكان الكابل بحيث أنك أنت توصل تليفونك على الرموت في عندنا أكثر من كابل داخل العلبة عندنا كابل Lightning لأجهزة الآيفون عندنا المايكرو USB لأجهزة الأندرويد وعندنا أيضا الـ USB-C لأجهزة الأندرويد أيضا وطبعا هني المكان نفسه تقدر أنك أنت تشحن الرموت كنترول إذا تبدأ تشحن الرموت تشحنه عن طريق هذا المكان أيضا وعندنا هني الزرائر في الأعلى عندنا هني زر تسجيل الفيديو وإيقاف تسجيل الفيديو عندنا هذا الرول بحيث أنه نتحكم في الكاميرا إذا أنا بنصور تصوير أفقي أو تصوير عمودي وعندنا هني زر تصوير الفوتوغراف وعندنا هذا الزر الـ Function 2 أيضا بالإعدادات تقدر أنك أنت تختار هذا الزر شن يسوي تبت خليه يدخلك على الخريطة أو تبت خليه أن يحرك القنبل يرجع إلى السنتر أو إذا تبي تدخل على إعدادات المانويل لتصوير الفوتوغراف أو تصوير الفيديو كله تقدر تتحكم فيه عن طريق هذا الزر والضبط عن طريق إعدادات الطيارة وبالنهاية تم تغيير نظام الرموت من اللايت بريج إلى الواي فاي أنا عندي الفانتوم فور برو وكنت مجرب نظام اللايت بريج ما كنت أواجه أي تقطيع وكان الأداء جدا ممتاز لكن في الواي فاي الحين في هذه الطيارة في تقطيع بسيط هذا مو معنات أن تقطيع في التصوير تقطيع في البث المباشر بين الطيارة وبين الرموت فما كنت أواجه مشكلة في التصوير لكن أواجه مشكلة في البث المباشر أنا أشوف عادي ما يأثر معاك تقطيع بسيط ويرجع معاك الحين رح نشوف بعض اللقطات اللي أنا أخذتها في هذه الطيارة نشوف مع بعض هذه اللقطات وبعدين نختم معاكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة